السلام عليكم عكسة للنغاز المستوى السادس صفحة 102 في هذه الصفحة ستلقى الحوار الديالوج في صندوق الوصف الوبجيكتيفة هو سيجيغي بروبوزي دوني ديزانس ديكاسيون أنسي دي أفر يعني تقديم اقتراحات وعطاء معلومات ثم أنسي دي أفر بمعنى أن تدفع شخصا ما للقيام بأمر ما عندما في نهاية ساعة سادس صفحة تөتس صفحة التعليمات تقول والعطاء السابس اولا الاقرار ستلقى اولا الاقرار السابس ستأخذ من إقرار السابس الوجودين ويشخصة دي أفرق دي أفرق الشخص نحن ستأخذ من الوصف أول افرق neuroscience هل ستطط على السنة ? فهذا ، يبدو كيف تحري بإحاداثة السنة الأمر لا ستطط على أعداد السنة أساسة الحسنة في إحادات السنة الحسنة أما أنك كيف تحريت أعداد الأشخاص هذا ؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 أعمر أعمر أحدهم هشخاص الذين يتحدون بحقه هشخاص فقط يتحدون إغنية يتحدون إغنية أو أحدهم و أحدهم و أحدهم أخير دوما تعلموا هشخاص يتحدون بحقه الاستمرار إغنية البعض يتحدثوا الأنجي الآن تقريبا بأنفسنا توقفوا الوصول الآن ، هناك الوصول الآخرين ، يتم تتحدثوا في المعارضة المنزل ، يتحدثوا من المسؤولية يتحدثوا اجتب الوصول الثاني لديه المدرس المسؤول يتحدثون في المصفود التجاربات واليوخد التجاربات التي يتحدثون بها إنه سيارة إلي قد يطبق الإنضاء هيا السمسور أليها أرباح سمين إلى نعة المبتدولة نشالة للإلترية هيا السمسور أتفاضي الأعزاء ، مرحبوكم فيها دورة مبتدود أن يقومون على السنة ألف من ن أدفو أن نشئ لكم كنت ترقب في خطوات Bratie لن ألبها ألف الث كما يعمل هزتك الأرجال هيا عليكم هيا السمسور Notre centrale fonctionne au fiol. Je vous suggère d'aller voir les générateurs tout à l'heure. Je vous donne d'abord des indications sur le lieu. La centrale exige beaucoup de sécurité. Il est interdit d'entrer sans permission et de toucher aux appareils. Pour éviter tout danger, nous avons établi des conseils et des recommandations. Je vous propose de les lire et ce qui écrit cette pancarte. Il est un peu de souci qui est le fiol. Il est un peu d'étonnement. Il est un peu de souci pour l'anglais. C'est un peu d'anglais. Fiole. C'est un peu d'adaptation pour l'apparition. Il est un peu d'amener à la question. Il est un peu d'amener à l'étonnement. Il faut qu'ils aient la suite pour voir les ménages. سوف يعطيهم إرشادات على المكان لأن هذا المركز يتطلب الكثير من الأمن يعني من المخاصة يكون على بالمن الذي يدخل لها ممنوع الدخول بدون إذن، ممنوع لمس الأجهزة الموجودة بما من أجل تفادي أي خطر، كتبوا نصائح وإرشادات وتوجيهات أنكم تقرأوهم جميعا على واحد اللوحة ما 1.3 ، وهذا المركز يأتيه كلا تفادي، وأن هذا المركز يمكن أن نرى فيهم واحد الرأس الميت التي نرى في كل مكان يجب أن يشترك الوحوات المتحدة وهذا المركز يؤمنون للشاهدة المتابين 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 كيف تشكونا يجب أن تفعله لإنما يحصل للمشاكل كانت أكثر من المتابين والعطاء التي يترجم أننا أعرف عليها المتابين عليها أن يترجم يجب أن ينسى أن يترجم jaki تجد من النتابين لو أن يمكن أن يحتاج به من المخلفي أو المخلوج أو الأيام كما ي trabalhانون أو الدخول إذا فضل يضيفون ترجمة نانسي قنقر 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 أكثر من هذا الشي هذا الطائفي الترجمة نكسب أجل ترجمة نانسي قنقر لا تتعامل مع الالكتريسيتي ما عمرناك اللعبو بالكهرباء تدابوغ دي برونش الالكتريسيتي أول حاجة خاصة لعدي جانكتور ممكن نقولو دي برونش الالكتريسيتي برسك تابي لأنك تتعمري بحياتك استعملي هادوك القفازات وما تقس هادك هادك الترنوفيس اللي اهنا البلاصة شوفو حيث شوفو فين دائرة دائرة البلاصة اللي فيها الحديث اذا هادش اللي ممكن نقولو لعاد البنت هاد مؤاد ممكن نقولو لها هاد النصيحة ماندنو لدوزيام كيستيون اوفسيرا في سيتيمات ليكسبليكاتي كامرات شوف هاد الصورة وشرح الزومة لعديل كشنو كتشوفها اذا هنا كشنو كنشوفو كنشوفو صلاغ ولا الواح شمسية كيستعملو هاد الفلاح باش انه يجبد المام اللبير عن طريق الطاقة الشمسية اذا ربما هاد الكهرباء بعيدة او لا ربما لان التكلفة دير الكهرباء كبيرة بزاف اذا هاد الفلاح استعمل بهاد الالواح الشمسية من اجل انتاج الكهرباء اللي غديتمكنو انه يجبد المام اللبير من بعد فجو غيان فيستي او بسرح الزومة او بسرح الزومة مير جدار يزين مصنع 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 المترجم مصنع 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 الالواح الشمسية مصنع 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 شكرا للمشاهدة